إلى المخيم الإماراتي الأردني في تقطية مختلفة من حيث المحتوى هذه المرة حيث باشر الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتوفير خمسة ملايين كتاب للطلب المحتاجين في مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامي إصال الكتاب في الوقت المناسب للشخص المناسب تعرف الآن العالم كلها راحت للتواصل الاجتماعي وفي بعض الدول لحد الآن ما وصلوا إلى هذا لكن المبدأ الرئيسي هو الكتاب والمصدر الرئيسي هو الكتاب فالكتاب ثقافة والكتاب تعليم جيل فاستغلال الوقت للاجئ السوري بالكتب اللي أمر بها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذا المكتوب الله يطول في عمره هذا يساعدنا نحن كهيئة هلال أحمر أن نوجد وقت للاجئ السوري بحيث أن يطلع ويقرأ نصف مليون كتاب ستوزع على اللاجئين السوريين في الأردن بهدف توفير لهم المصدر ذو المحتوى الذي يساهم في إنشاء جيل مثقف قادر على بناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم نحن نستفيد منهم نشكرهم إن شاء الله نستفيد منها الكتب كتب مفيدة كتب تفسير قرآن وكتب أحاديث نبوية شريفة وكتب فقه بالإسلام وفقه عن الصيام وكتب عن رمضان وهاي مبادرة جزاكم الله كل خير هاي خير زايد خير الله يجيكم ألف خير والله يعطيكم العابية وشكرا لكم وشكرا للأمرات حملة انطلقت لتستكمل مسيرة الإمارات الإنسانية خلال الشهر المبارك فأمة تقرأ تنسجم مع استراتيجية الدولة لتكون المركز الأول عالميا في الخدمات الإنسانية وتتميز هذه الحملة بإشراكها الأطفال وحتهم على التفكير بنظرائهم الأقل حظا في البلدان العربية والإسلامية والمساهمة في إدخال الأمل في قلوبهم عبر إهدائهم الكتب التوجيه بإيصال هذه المبادرة إلى هذا المخيم يؤكد بأن الإمارات معنية باللاجئين السوريين ليس بحاضرهم فقط بل ومستقبلهم أيضا فجل اللاجئين المتواجدين هنا في هذا المخيم هم من جيل الشباب ومن الأطفال من المخيم الإمارات الأردني في منطقة مريجيب لفود حازم الخطأ بقناة أبو طبي